زواج الوكيندي لو استمر احنا مش هنلاقي مجتمع لانه بيقدي لكوارث في المجتمع وخاصة لو كان مجتمع زي مجتمع المصري ايه الكوارث دي؟ اول حاجة تراجع وقيمة الاسرة انا عايز اقول لكم حاجة انا ليه باتكلم في الحياة دي؟ احنا الحياة اللي احنا الواقع اللي احنا بنعيشه واقع بيساعد على تآكل مفهوم الاسرة انا بقول لكم ان احنا انا راصد عزوف الناس عن الجواز اذا كان واحد بيقول لك اذا كان الجواز هيبقى وكيندي يعني وانا ممكن في الوكيندي اعمل حياة كتيرة ومتجوز وعشان ده بيقلل من قيمة الجواز ومع اني الاسرة مهمة جدا جدا وعشان كده قبل كده اكلمتكم عن الفايف انديز ان منهم الاسرة ولما بتتراجع قيمة الزواج بيتراجع قيمة المجتمع ولما بيختصر الزواج في تربية الاحتياجات فبالتالي ايه اللي يحصل يباني انه اختياره سهل لانه زواج بيلا مجهود انا مش هعمل حاجة وعلب احتياجاتي في جواز الوكيند بقى اتجوز الجواز التقليدي ليه واعمل اسرة ليه واقيد نفسي ليه فمع انتشاره ده هلاقي بعد كده ما فيش اسر الاسر بتقل ومفروض ان الكل يدور على اسباب نحاول من خلالها نبعد تراجع قيمة الاسر لكن كل الناس لو عملت كده هيقدي ذلك الى تراجع قيمة الاسر ولما يحاول يشوف الحلول ما يلاقيش حال الامام بخاري بيرو عن عبدالله ابن عمر ابن العص رضي الله عنهما قال انكحني ابي مرأة ذات حسب فكان يتعاهد كنته فيسألها عن بعلها يعني سيدنا عمر ابن العص بيسأل مرأة ابن عبدالله عن احوالهم وعن ابن عبدالله فتقول نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا ولم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا موز أتينا فإيه اللي حصل فبتسني عليه في الاول ثم تقول لحملاته ان ابنه بينام بعيد عنها آه دي مشكلة والمشكلة دي تتطلب مساعدة فإيه اللي حصل فلما البيوت تبقى الناس بعيدة عن بعض يبقى نحن داخلين على مشكلة فلازم مشكلة دي تتحل تاني حاجة هيقدي فيها من الكوارث دي بقى مع زواج الوكيند تراجع بناء الإنسان الأسرة هي المحضن الأساسي لبناء الإنسان عارفين ليه الله سبحانه عليه قال وبالولدين إحسانا عشان لما هم الأولاد يتعاملوا بإحسان يبقى المحضن بتاعهم مليئاً إحسان فلو عازف الناس عن الزواج اللي بيكون الأسرة هيتراجع بشكل كتير بناء الإنسان فلو حصل إنجام من خلال الزواج الوكيند مش هيكون عند الأطفال دول محضن لتربيتهم على القيم الأساسي ولا يمكن أن ننتظر أنهم يكونوا بناء أدمين متزينين أو عندهم سلامة نفسية ولا ننتظر أن يتكون منظومة القيم منظومة قيم حققية النتيجة الثالثة هيخرج لنا أجيال هشة وكناديجة لتراجع قيمة الأسرة وبناء الإنسان على أن نلاقي نفسنا أمام أجيال هشة نفسية ودينية واجتماعية وقليلة المهارات الحياتية لأن كل ده أشياء بيكتسبوها من خلال الأسرة والأهل والعلاقات وعلشان المعنى ده تيجي وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على ابنته السيدة أم كلسوم فوجدها تغسر رأس سيدنا عثمان رضي الله عنه يا سلام فقال لها يا بنيتي أحسني إلى أبي عبد الله فإنه أشهب فإنه أشهب أشبه أصحابي بخلقه يبقى حضرة النبي قال لها إيه اهتم بجوزك اهتم بجوزك ليه لأنه أشبههم إليه بيه خلقه طب نعمل إيه؟ الناس اللي مجاوزين ويك أندي خلاص يفضوها سيرة؟ لا تعالوا مع بعض كلنا إحنا كمجتمع وإحنا كأسرة نعمل إيه؟ نصح المفاهيم الزوجية محتاجين نوعي الناس بشكل أفضل بحقيقة الزواج والقيم اللي بيضيفها لينا ومنعيش بها في الجواز عشان نكون أزواج صالحين عايزين محتاجين نقول للناس خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي هقولكم أول حاجة قبل ما تقول إن الجواز ده عيد عليها بخسارة شوف قدي إيه أنت كنت سبب الخسارة دي قدي إيه أنت ما قلتش كلمة حلوة في وقتك أنت لازم تقول في كلمة حلوة قدي إيه كنت إيه أنت محتاج تحتضن زوجتك وأنت ما عملتش كده وعشان كده عشان نصح المفاهيم عشان مش كل البيوت تبقى مليانة بزواج الوكيند نرجع تاني نقرب من بعض نقرب من بعض في الكلام نقرب من بعض في القعدة نقرب من بعض في الاهتمامات نقرب من بعض كمان في الحوار نحن نحتاجين على الأقل لنقعد مع بعض كل يوم نصف ساعة نتكلم مع بعض